تقص العرب 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 تعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا لتصبح أعلى من معدلاتي مثل هذا الوقت من العام بحاولة 5-6 درجات مئوية يعود التقس ليصبح حارا في عموم مناطق المملكة الشديدة الحرارة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة وإذن منطقة الشرقية درجات الحرارة ليلا أيضا ترتفع ليصود تقس دافئ نوعا ما في أغلب المناطق يوم الأربعاء تستمر درجات الحرارة المرتفعة تقس حار في عموم المناطق أيضا تتشكل لا يستبعد أن تتشكل بعض الغيوم الرادية في المنطقة الشرقية والجنوبية خلال ساعات الظاهرة والعصر يوم الخميس لا تغير الحالة الجوية درجات الحرارة مستقرة تقس حار في عموم المناطق تشكلات رادية أيضا خلال ساعات الظاهرة والعصر في مناطق أشوائية ومتفرقة من المنطقة الشرقية والجنوبية يوم الجمعة أيضا تقس حار في عموم المناطق أيضا تستمر الغيوم الرادية بالتشكل بشكل عشوائي ومتفرقة ساعات الظاهرة والعصر في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية ودرجات الحراءة تبقى على المعدلة المثلية هذا الوقت من العام أيضا درجات الحراءة ليلا تكون دافئة في أغلب المناطق بهذا ننهي شرطنا إلى اللقاء